غزوة بني قريضة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد غزوة الخندق أو الأحزاب فجاءه جبريل عليه السلام يأمره بقتال يهود بني قريضة لبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاحه وخرج وقال لأصحابه ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة متفق عليه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وحاصرهم فاشتد عليهم الحصاب وألقى الله الرعب في قلوبهم فاستسلموا جميعا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثق الرجال وكانوا أربعمائة مقاتل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم لسعد بن معاذ رضي الله عنه حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريضة جيء بسعد بن معاذ رضي الله عنه محمولا على حمار وكان أصيب في غزوة الخندق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت حكم بني قريضة بيدك فقال سعد رضي الله عنه أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فيهم